الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله صراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ما الميزان المحمدي؟ وقد جعل الله تعالى تلك الحكمة التي أوحاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزان العلم والحق والفهم والصدق قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان فهذا الميزان المقرون ذكره بالقرآن ليس هو ذا الكفتين ولا القبان فإنه لا مناسبة لهما مع القرآن وإنما هو الحكمة المذكورة في تلك الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ولذلك يجب على العالم والعارف العالم أن يرجع في جميع أقواله وأفعاله ومفاهيمه وعلومه الصريحة والإشارية يرجع بذلك كله إلى الميزان المحمدي صلى الله عليه وسلم فما وافقه فهو الحق المقصود وما خالفه فهو باطل مردود والحمد لله رب العالمين